قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ان الحفاظ على محددات الامن القومي تصدر القائمة التي وضعها الرئيس السيسي لاطار عمل الحكومة الجديدة واضف مدبولي ان اطار عمل الحكومة يشمل الى اهتمام خاص لبناء الانسان المصري في مجالات متنوعة في مقدمتها الصحة والتعليم والثقافة فضلا عن تطوير البنية السياسية في مصر المحددات الرئيسية والتوجهات والاهداف اللي وضعها فخامة رئيس الحكومة اول شيء طبعا الحفاظ على محددات الامن القومي في ظل التحديات الكبيرة اللي بتواجهها الدولة النهاردة في الظروف الخارجية اللي حضركم كلكم شايفينها واللي بتتغير كل يوم وممكن يحصل فيها تطورات وضع بناء الانسان المصري في مقدمة الاولويات وهنا يمكن ملف الصحة والتعليم على الاخص وايضا الثقافة بيشغل اهم التحديات واهم النقاط اللي لازم الحكومة ان شاء الله هتكون شغالة عليها تطوير البنية السياسية والاهتمام بالتمكين السياسي من خلال تطوير اكتر لمنظومة الحوار الوطني والتفاعل ما بين الحكومة والقالية الحوار وتنفيذ المخرجات اللي الحوار الوطني وضحها في خلال المرحلة القادمة الاهتمام بقضية حقوق الانسان ودعم المجتمع المدني وتعظيم دوره في كل المجالات اللي بيقوم بيها المجتمع المدني اليوم اشتركوا في القناة